اهلا بكم اصدر مجلس الوزراء قرارين باعادة تحديد الغرامات الادارية التي فرضت على مخالفة القوانين الضريبية قبل تاريخ الثامن والعشرين من يونيو من العام الماضي في الدولة لتساوي ثلاثين بالمئة من اجمالي الغرامات غير المسددة بذلك التاريخ في حال توافر بعض الشروط وتحديد الضوابط والاجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والاعفاء والرد كليا او جزئيا للغرامات الادارية التي تفرض على اي شخص لمخالفته احكام قانون الاجراءات الضريبية او القوانين الضريبية